تبع المرض مرحلة هذيك ميرفت كيفاش حتى بدأت تكتشف انه هي رهي مريضة وش سألك كنت حامل كنت حامل وقت عرفت حالي اني انا مريضة سرطان حاولي حبيبتي ترفعيلي شوية بك من صوتك اللي يضحيك كنت حامل وقت عرفت اني انا مريضة سرطان كنت قريبا حامل ثلاثة شهور ثلاثة شهور ونصة قريبا قبل ما تعرفي بلي عندك سرطان وش هي الاعرض اللي كانت تجيه شوف هي كنت تنفخ تحت الطابق شوي تنفخ وليمكن عهوى خدمتي كمعالجة فيزيائية كاكيني ممكن تنفخ بهذا السبب يعني راحت ايام جت ايام هكا قلت بدي روح دير ايكو حدرت ايكو هي المدام راه تدرلي طبيبة راه تدرلي الايكو قالتي مدام انتي عندك سرطان وي راه تدرلي ايكو قلت تلا كيفاش سرطان هكا ما ما تقبلت اتي في عندك حدا بالعيلة وطول ما عم تدرلي الايكو قلت لي مدام استغفري استغفري قلت له وش كان عندي فيبروم عندي ينكيس تملي لانا مدام عنديك سرطان قد ذاك راح تدرت بيوبسي على اساس النتيجة تطلع بعد عشر ايام طلعت لي خلال يومين عرفت حالي مريض السرطان كيفاش كانت رطت فعلك اذيك اللحظة كيفاش كانت مشاعرك قلت نط صوتي بالجزائر نط ما ما ليش بالاساس انا كخدمتي بشتغل مع مرض السرطان خدمتي بشتغل مع مرض السرطان يعني صوري اغلب الناس كنت انا روح عالجة كمريضة لنفودام والاخر انا مريض السرطان وماني عرفاني يعني انا عرفاني بالاساس انا كمريض السرطان عرفاني شو رح يصرالي وكيف 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 هذا الشي انا مارر علي مع المرضى اللي انا عم عالجون المرضى اللي يكون معهن موشي سهل اني وانتي بدك تروحي تخطي خطوة كمريض السرطان وتلاقي حالك انتي بالاساس مريض السرطان وش حسيت يا ديك الفتاة لو مهر بس لقيت لازم اوقف عرجلي في عندي عيلتي جوزي بنتي لازم اوقف عرجلي عشان تكمل حياتي معهم لان بعدي كل الفترة ما بنسى الناس اللي وقفت معي جوزي كيف بالليل شو مول اول شخص خبرته بلاك مريضة اول شخص خبرته اني انا مريضة سائر ابن اختي وزوجك لما خبرته كيفاش كانت حضة تفعله جوزي عرفته لتله اني هو اصلا جاب لي النتائج اني انتصلوا فيه بالمخبر اولو لو اروح جيب بالنتيجة عرفت انه انا هون حالي ان الصح مريض السرطان اول شي اريد كذبت عينيه انه انا الصح مريض السرطان اتصل فيني الدكتور اللي بيشتغل معه قالت الدكتور انا ماني شايفة صح ما ايجا اللي لا مظبوط شايفة صح ايجا هو رفئتي سليمة رفئتي عيشة جيراني كلهم اجوا لعندي ما ديك اللحظة ما بانسى ديك اللحظة شلون بيتي كان فاضي تعمر ناس جزائريين بتعرف شو مانات صار مليان ناس جزائريين جيراني ما بعرف ديك اللحظة ما بانسى مش حسيتي في ديك اللحظة اربع سنوات بقدرتش تتعايشي مع الوضع من بعد لقيت بلي لما مرضتي لقيت الجزائريين عائلتك عوض اهلي جزائري عوضوني 90% عن اهلي عمل لك شوف انا شفته من اهلي الجزائريين ما بتحسني تتخيلين نهائيا كجزائريين الجزائريين واحدون الطيبة الحنية في شغلات بتلمسية فينو الطيبة ما بعرف شو بديقلك عن الجزائريين بحبوه من قلبي